لقيت 19 شخص المسرعهم وأصيب 1234 آخرون بجروح إصابات 76 منهم بلغة في 1611 حادثة سيري داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 شتنبر 2022 عز بلغ للمديري العام للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين وتغيير الاتجاه بدون إشارة وعدم التحكم وعدم ترك مسافة الأمان وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف وتغيير الاتجاه غير المسبوح به والسير في يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والتجاوز المعيب والسياق في حالة سكر والسير في الاتجاه الممنوع وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 45 ألفاً و28 مخالفة وإنجاز 7346 محضراً أحيلت على النياب العامة واستخلاص 37 ألفاً و682 غرام صلحية وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و93 ألفاً و475 درهاماً فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4566 عربة وعدد الوطائق المسحوبة 7346 وطيقة وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 369 مركبة